المجلس المحلي في بلدة احسن بريف ادلب الجنوبي يعلن بلدة منكوبة بالكامل من كافة النواحي الإنسانية والخدمية والمعيشية والعمرانية بفعل القصف المكثف من قبل طائرات النظام وروسيا ارتفاع وحصولة ضحايا الغارات الجوية على البر ومعارة النمان والفطيرة وكفرموس في ريف ادلب إلى 12 شخصا بينهم أطفال ضفت لسقوط العديد من الجرحى مقتل عنصر من قوات الأسائش وإصابة آخر كتر تفجير دراجة نارية مفخخة بدورية لهم أثناء مريرها في حي الطلاع بمدينة الحسكة الجبهة الوطنية للتحرير تعلن مقتل العشرات من قوات النظام بعد صدها محاولة تقدمهم على جبهتين الملح والجبين شمال حمام الجبهة الوطنية للتحرير تعلن مقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام وتدمير رشاش بعد استهداف موقع لهم على جبهة القصابية في ريف حمال شمالي الفيلق الثالث في الجيش الوطني يعلن الاستراءة على مجموعة صواريخ مضادة للدروع من قوات يابيغي في عملية عسكرية على جبهة شوارغة بريف حمال شمالي اشتركوا في القناة